قراء ومشاهدي موقع هسبريس مرحبا بكم اليوم مرحبا بكم في لقاء خاص نعم إنه لقاء خاص مع ضيف خاص صدقوني لك لكم ضيف خاص هو ضيف خاص بغيت نقدمه لكن حرت في التقديم دياغو كيت قال علوه أنه ظاهرة سياسية مغربي غيتياز كيت قال علوه أنه من كان من صناع القرار في المشهد السياسي كان عنده واحد ملكة خاصة بصناعة النخاب السياسية في المغرب كان فاعل ومن طهات الأساسية في المطبخ السياسي المغربي غاب علينا من قبل كان كيمل وجوده كيمل جميع الصحف المغربية المواقع الإلكترونية ضيفنا لك أنه يشرب في مكان عموي كيكون حدث الساعة فجأة اختفق في مشاعة تزل السياسة كثيرون لما يصدقوا هذه القضية لأن ضيفنا هو معجون بماء السياسة ضيفنا يتنفس السياسة ضيفنا تسكن والسياسي نسكنه أستاذ إلياس العماري مرحبا بك مرحبا بك للا نعيمة ومرحبا بي عندكم مرحبا بك وأخيرا أول سؤال سنبدأ به سي إلياس هو أين اختفى سي إلياس؟ ماذا نقدرون نقوله اختفاء؟ نقدرون نقوله عزلة؟ نقدرون استراحة محاربة وهي استراحة طويلة؟ هل هذا الغيبة هدي جاءت عن قناعة شخصية؟ أم فوردت على الأستاذ إلياس عماري أنه يطور عن الأنظر؟ ما عرفتش أنا بحالك ما عرفتش كي غنسمي انسحابي ربما للبعض مفاجئة ربما للبعض الآخر عادي من المشد السياسي أنا أقول لأن المشهد السياسي لأن في المشهد الحياة العادية أنا موجود فيها يوميا وكنت فيها ولكن ربما أن الكثير من الناس أو القليل كانوا يشوفوني من زاوية واحدة يا من زاوية السياسية لذلك اعتبروني بأنني اختفيت ولا مشيت ولا ما نعرف لأنه فقوكي يشوفوني من نفس الزاوية هنا قد حضرني واحد من مقولات ديال الصحفية هندية اللي أبدت كانت تكر سميتها جيرانا فورا كانت تعتقلاتنا بعد أحداث سبتمبر في الهينة طبعا بتهم واهية ولكن حكمت بقانون الجريمة والإرهاب وما تأكد بأنها بريئة وكتبت قالوا لي عليش لكن سحبتي من الصحفة بعد سنين عد تكتبت عد أعطيت بصريحة ماشي بحالي أيام كنت من سنين ومن سبات سنين قلت ليهم نعم انسحبت من الحياة الصحفية ولكن لم أنسحب من الحياة أنا انسحبت من الحياة السياسية ولكن كنت موجود في الحياة اللي كانوا كيعاعرفوا إلياس بقوكيعرفوه كيتلقاوه كيشربوه مع القواه كيشربوه مع هتاي كان موجود والناس اللي كيعرفه إلياس سياسي وهدي هاتف ديال إلياس سياسي وعنوان ديال إلياس سياسي أو إلياس ديال أشياء آخرى ربما في الدماغهم فقدوه انا قرار ذي الانسحابي من العمل السياسي كان قرار شخصي فردي محض نتيجة عن قناعة بسيطة جدا هو أنني نشوف أنا من الأغلط اللي برك في حياتي أكيد بأنني أغلط الناس اللي أسألهم في حياتي أكيد بأنني أسأل للكثير القرارات ربما لتخذ تفحياتي خاطئة وأذات الناس أكيد على أساس إصلاح ما يمكن إصلاحه مع الرسيل وأيضا مع الناس اللي ممكن أذيتهم أذيت كثير؟ أنا ما كنعقلش أذيت ما عنديش شي حد أنني أذيتهم ولكن بما أنني كنت أمارس كنت أصارع أشتغل كنت أشتغل أكيد بأن هذا الشي اللي كنت كندير تكون عندنا عكاسة وأنا كنعرف بأن الناس كتسامح نعم ولكن لا تنساهم صحيح الناس تسامح ولكن لا تنساهم إذا كانت هذه المدة ربما خمس سنين أو أكثر أكثر كانت مهمة في حياتي الشخصية أقلبت على رسيل ما معنا؟ ما نقول لك؟ أنت قلبت على رسيل فاتش لي أسباب لقلك ما نقول لك ما لقيته لقيت إلياس ولكن عرفت الكثير عام إلياس لحيث إلياس اللي كنت كان عارفه سين ماضي ما يقال عني ده بعرفت وحد إلياس ما يقوله عن نفسه لأن ما يقال عنك في مستويات في من يجاملك سي من يخافك من يخافه طبعا في من يجامل ومن يخافك وفي من يحبك وفي من يكرهك وفي من يسيء إليك أنا ما ممكنش تعرف رأسك بناء على هذا الشيء هي ضريبة السياسة عبوما هي ماشي ضريبة السياسة فالعكس هي ضريبة الحياة ماشي الكائن السياسي أو المشتغل في مجال السياسة أو الوحيد اللي كيتعرض هذا الشيء لكي يشتغل في مجال التجارة لكي يشتغل في مجال التقافة لكي يشتغل في مجال الفن وكي السياسي أكثر كم من فنان السياسي أكثر لا لا نحن في بلادنا كنرجعوها أكثر لأننا إلى حدود ساعة حتى في المنطقة المحاسبة إلى شدة مغرب ما بعد الاستقلال لكي يشتغل في مجال على عشرة مسؤول في قطاع سياسي وفي دهنية ديال الناس كين بإنه المجال السياسي هو أكثر ولكن لمشتي البولدان الأخرى مختلف الأمر مختلف الأمر جدا سياسي كنتي في اسبانيا حسب ما كان قرار مهمة هي كلم كثير ديال ومع دانوك يكون إشاعات هذه حلقة ماش نعطيوه للخبر الصحيح؟ كما قلت لك في بداية الأخرى أين كنت؟ وماذا كنت أفعل؟ ولماذا شدرت؟ هات في خيات 5 سنين ولا قبل هات 5 سنين؟ ببغيش شدر علي ماشي ما بغيتش نعطر علي خلي كالكثير من الأشياء تخسد تقل بالنسبة لي أنا لم تحلوا قطبات ماش يلشي هاجم؟ نو ديالني بصح كالبغي خوفا على الأشخاص إلا؟ لا أنا لا أخاف لأن نفسي ولا على الأشخاص ولكن الحقيقة أي نسبية ربما اللي في الدماغي ماشي صحيح كما قلت كفات خمس سنين اللي قلست مع إلياس كتشت بي إنها بزاف الحويج إلا كنت متصريع وقلت ها كنت رادين جنيه في حقي وفي حق بلادي وفي حق الناس هلش إنك تشفتهم خاطئة وصلوني وشتغلت عليهم ومسحب لي يا حقيقة فإذ بي كنت أشتغل على الواحد وعلي لذلك خلي تكتمل كما كيقولوا العجلة الدورة أنا ذاك بكل حدث حديث أتغلوك مذكرة ديالك نسبة لي أنا شوف نقول لك واحد الحاجة فكرت في موضوع المذكرة كثيرا أنا حياتي كلها مكتوبة أنا تعلمت مني كنت صغيرة يا الله كان فيك الرموز والحروف كما يقولوا أنا النهار ديالي مني كان دوزو كان رجع للدار كان أخوض القلم وكان قوله شذرت في ذاك النهار من بعد مني تكتشفت تكتشفت الآلة بالخصوص الأوضيناتور بديت كانش جلدك شي منين كان نوصل في السلطة بليت ولا في البيسي ديالي وهذاك شي وكورونا وهذاك شي وكورونا وهذاك شي وكورونا وهذاك المرحلة اللي مع رأسي أعطيتني وقت كافي باش كل شي ذاك شي اللي كتبت بيدي رجعتو ودرتو في ديسكوديو غاش ميضيحش فرش ميضيحش كان عندي في الكليل يوسبيل بعض وكان ومبعد له ديسكوديو أحسن من الكليل يوسبيل لأن الكليل يوسبيل وكتشت بأنني كتبت بزا ماشي كتابة وتحنوب كتشت بأنني حتى تساءلت وشانا كنت كان دون هذا الشي دونت الكثير من الأشياء طبعا مني كان قرعه كتبت لي بزاف الحواش كانت خاطئة مثلا تلاقيت مع أستاذ ناعمة كنوصل كنكتب بأن تلاقيت مع الأستاذ ناعمة وتذكرنا وكذا ومن بعد كنقول كونها هي ناعمة ببورتري كنكتبوها على ناعمة كنقول ناعمة هاش كونها هي هاش كي يقولوا عليها أكيفوش عرفتها وكي بقادك شي كي بقادك شي ذلك كيت عندي المئات من اللي ببورتري ديال الناس هناك من قضاء وهناك من ينتظر بحالي لأنني عرفت بزاف ذنباس في حياتي يا أكيد هتكون عندك هتكون مذكيرات شيقة جدا مذكيرات مهمة جدا فيها أسرار مهمة جدا لأن إلياس العماري أراها ماشية ماشي سياسي عادي إلياس العماري اللي من 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 اسمح لي لقلت من السفر طلع دائرة القرار إلياس العماري اللي ماشي دكاء من يوصف عنده دهاء سياسي اللي خلاه أنه يقول لي واحد من 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 صنع القرار كان وصدت في واحد المجلة واحد للكتاب بأنك نتاد ذاك الأراجوز وخام كي يأخذها بسيغة سلبية لا هي رماشي سيغة سلبية هي هو ذاك المتحكم في الدماء يعني تلك تتحرك ذاك الخل ويه دماء متعددة ومتنمعة نعم أين تكتمل الحقيقة؟ نعم وأكيد صدفتي كثير منهم بغصت فيهم وصولهم مني كانوا يقلسوا معي؟ كنت كان قول ليه كانوا يتريباري ورسوه بغا يطلعوا وغا يترقعوا سواء في الوضائف ديالهم سواء في السياسة كان قول ليهم واحد اليهم كان قول ليه فلانا كان قول ليه كان قول ليه فين كاتب السماعية؟ كان قول ليه فات البليسة كان قول ليه شوف ورات طلع وتنزلوا وتلقني وبعد طلعوا ونزلوا ولقون ليه فين بسالبلاسة وبعد طلعوا ونزلوا ولقون ليه فين بسالبلاسة وبعد بقي طالع لكن اكيد بانه غينزمة أكيد بانه ينادي سنة الحياة وهاتش يذكرني وانه يكن صغير وانه يكن صغير الله يرحم جدي هو اللي رباني أكثر من الوالد لاننا 13 الوحد خصي المعاونة وبالخصوص المعاونة وهو جدي كان كي يهضر مني، كي يهضر، كان صغير عندي تسعة سنينة بعدين تمك، فهذا لاش بالضبط تعلمت، هاد الشي اللي ويتي تخرجي مني تعلمته لغة الصمت يعني إنسان ما كان حكيش كان استقبل ما، ما كان حكيش أنا ذاك جدي قلس كي يهضر كي يطب بزاف الحكام، من تحت واحد الشجرة واحدة بمتلك الحكام كان عقل على ثلاثة جوج ما فهمتوا بشي، ربما ثلاثة ما فهمتوا بشي، ولكن وحدات فعلت معها قال لي يا ولدي ما تربيش الكبدة ديالك على السلطة كيش رح ليكتلوا علاش؟ أنا ما فهم السلطة عني تسعة سنينة مالذي كمعاجدة، واحدة بط どار قال ليت بالمثال من ناس اللي يكونوا في الطوار إلاء ربيش الكبدة ديالك عاني graphs diyه هائلدي م Indians تحيل باش تبقى في ذاك الكورسي باش تنازلات يعني وتظلم الناس وتفعل وتفعل قال لي ما تربش الكودة دي لك على الفلوس كان قوله على شو مزياني يعني في ذاك البساطة دي قال لي يا أولدي مزياني انت ايش بيهم ولا كيرا ربيت عليهم الكودة من هاللي غا يمشي وغا تسرق وغا تدي ديال الناس باش تحافظ على نفس المستوى من المعيشة ولكن اللي تفعلت معها وقال لي يا أولدي لطلعت ايش المحار خلي عليهم تسلم ونتنازل تمك نفط ما عارفش كيفاش وقفت في عادتنا في الريف كان بوسور راس ديال العباء ديالنا بسطلور راس قلت له جديه قال لي قلت له داك البلاسة اللي كي ينزلوا منها ما نطلعش ليها ضحاك قال لي وعلاش تبوش لي نزلي لقاني كنس دياله وهذي ما عمرها مشتلي من دماري هذ الكلمة وفوقاش ما نحس براسي بأنه سيصيبني الغرور وهنا بعض الأصديقاء عارفين هتشي مسيان فوقاش ما حسيت براسي بأن هذك الشي اللي كي تبقال بالمسيان وبالخيب دياله أنتصاب بالغرور أنسحي 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 باش مان باش مان مرصر لأن أخطر شيء أخطر شيء في حياة الإنسان كان سياسي كان تاجير كان مثقف كان فنان كان موسيقى يكون أي كان رياضي أخطر شيء في حياة الإنسان هو الغرور لأن إلا مشاء حتى تمكن منه الغرور يقتل شيء غادي يوصل الواحد من المستوى يعتبر الرسول إن ديسبونسابي بمعنى بلابي ما تكون تحجى إلا كان في شيء حسم كي يحسب الرسولي لا مشاء مش هاديك الحسم إلا كان في شيء إدارة مش هادي إلا كان في شيء شركة مش هادي ألوركو هاد القضية أبداً ما هي علمية ما هي حقيقة غيان ولا تغذر الدليل هو أنهم حتى في الدين في القوانين الوضعية في الحياة اليومية رحلوا ماش كثير ولكن استمرت في حياة المثال دي الأستاذ إلياس عمري ما نتعقش معك في هذه القضية هذه لأنهم مش راحين إلياس عمري الكريم الاختفاء دياله هذه المدة ديال خمس أو ست سنوات كثير من الأشياء رحلت معها كثير من الناس غبروا ما بقوا وش يبانوا كثير من الملفات الحارق اللي كنت تدفع إليها ما بقاش كاتبان بحلا كانوا هما مرتبطين بالشخص يوفى الشخص تورى على الأنظر وهذا القضية خيبة بززر وكثير من الملفات إليه إلى فهمتك ولكن يمكن أن نختلف معك لا يكون لديك شيء يمكن لديك شيء من الملفات ليس بسبب بسيط لأن حقيقة فهم من منحك ما بقيت كنت أتبعت تهجر بالخصوص ما بقى عندي الأخبار السياسية في بلادي والصحفة وكذا هادي شهرين ونص ولطلق شهور باش رجعت كنقرها وكنشوفها غريب ما كنت باعتي لا ما كاش عندك فضول أناك تعال شنوارك نهائيا عجيب نهائيا شوفي يا للا نايمة في حياتي مني كنقطع مع شي حاجة والأصداقك يعرفوها أنا إنسان أتردد كثيرا في اتخاذ القرار أنا كنت تردد بزب باش ناخد القرار في كل شي كان قانفكر في اتخاذ القرار عشرين ألف مرات وني كنت تاخدو كي كلي هاي ولكن ميمكن تاخدوه ونفدوه في الحال كنت كنقول للأصداقات ديالي أرث القرار مثلا تدخين هو ما كيقول لك هاد رمضان أنا نقطعه كدا دا 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 أنا كيقولوا ليش قدرتك كنقول لما أنا ما نقطعش كنقول لانيش قدرتك كنقول لانيش قدرتك ولكن هاللي اتخذت القرار قلت غداما كميش وهذا كان عز أزماء ربما بين مزدوجتين اللي كان كيشوفو الناس الناس كعيشها كانت ازاق 2011 في الوقت ديال الحركات الاحتجاج جايشين فريار وكل ما قيل أنا ذاك خذت قرار الغبلة اصبحت كأنني ما كميتش أنا كنت كمي أكثر من علبتين ولسنوات كثيرة أشينا مني كان أخذ القرار كنكون صادق فيه ماشي مع الناس معرسي منين خذت القرار نساحب نساحبت باش ما تأثر فيي حتى حجا ما كنشوف حجا لدرجة يوما ما أحد الوزارات سابقين تصل بي وأنا كنت في الهند كنت حكما كنت حكما دائما كنقول له أهله الحكومة كدير الحكومة كده وش تضحك عليها كنت له لماذا؟ كنت له تقريبا شهار كنت تبدلت الحكومة وانا مبقيتش مزيج عرفتوا ما غاديش يصدقني وانا كنت له صادقا فلانا إذا بقيت فيك كان أزك ولكني رويت نقول لك السيد كان هنيك وده بعد السيد يتلقى معي يقول لي حبيت هذه التهنيئة رغم ذاك الوقت كنت بحاجة لتعزيئة وإنما كانت صعبة كنت وزير وأنا كنت وزير للمدادين كبيرة كده السيد إلياس عماري حكا لي واحد أستاذ محترم جدا قال لي بأن في المغرب دازو يوجد شخصيات اللي كانت عندهم واحد للملكة خطيرة ملكة صناعة النخب كان السيد حبيد ريدا قديرا وإلياس عماري اللي إضافة للملكات أخرى عنده الملكة فهذا الغد الخمسين والسنين أكيد تصنع تيناس وطلع تيناس وكي الناس اللي الآن في الحكومة وكي كان عندك دور كبير أنهم لمعوا وأماموا فهذا الفترة دي العزلة أو دي الاستراحة واش بقى عندك نفس بقوا يتواصلوا معاك بقوا يسولوا فيك سحزا نعافي للعرض بصفة عمّة إنسان ملككم في السلطة كل شي الأضواء عليه والناس عليه رادي نجوبك بكل دي بسيطة ما كان الصناعة إحنا مغربة أنا باش نكون معك اليوم في الربط وفي هذا المكان كثير من الناس اللي ساعدوني باش نوصل لها كي الناس اللي ما كيعرفوش بأنهم ساعدوني أعطوني كاسد الحليب أعطوني درهم في الظروف كنت بي حاجة إلي ما يكون داك الكاسد الحليب لكاسد العليب إلا ما كانوش أعطوني داك الكاسد الحليب كنت ربما ما نكونش إلياس ما بلك أشياء أخرى بمعنى أنا صانعة عائلتي صانعة أصدقائي صانعة منطقتي صانعة بلادي وكي عندك فضل على الناس كل شيء كل شيء الفضل دا الناس عليها الفضل ديالي على الآخرين لأن سنة الحياة هي هذه أما الناس اللي ربما عاشت معه ومكانوا أصدقائه ومسؤولين وش كي يسؤولوا عليها ولا ما كي يسؤولونيش نفس الهضراء قالها هذه مدة شي زامين من الزملاء قال إلياس كانت في البلاسة الفولانية مع الأشخاص الفولانيين وواحد من هادوك ورنا قال إلياس عايت ليجوج مرته مجوبته عايت يصدعني قلت له ما المشكلة قال إلياس خلقتي ودرتي قلت له شو قلت له أولا قبل ما تهضره قلت له قلت له واحد القائدة كان دارها سوقرات لأن أخوان تنشت ذاكرة بسمها البعد التولاتي أو الأبعد التولاتية كان جاله شي حد يمكن نقول لها لأن ما قلت شاعدنا نقريتها زمان كان جاله شي حد من التلمين دياله كان له أستاذ فولان في المجلس الفولاني بدك يقول عليك شي حاجة قدرتها قلت له كل ما تقول لديك الحاجة اللي درت شفتها قال له لا قال له ها واحدة قال له خير أم شر دك قال له لا يوديها الأستاذ إلا كان خير ما نقولوش لك شر قال له فيها شي فائدة المجتمع قال له إلا كان فيها فائدة المجتمع قال له إذا قال له ما أنه أنت ما شفتش ما اسمعتش بوديك لا اسمع ولكن ما شفش الحدث غير عنه وما فيهاش خير ليه وفيهاش خير المجتمع إذا علش تعودوا ليه هذا الصديق قال لي يا تسياد قال له فلان قال لي أنت صديق دي لك قال له مش عام من مرة كانت يقلس معي ويجيوني التليفون سواء من عند هذا الصديق اللي كتضر معه من عند صديق كانوا مواطنين عاديين وأنا كنت مسؤول قال لي قلت له ما كانش كان جاوب كان نديرها وكان خليت نكمل هضرة دي اللي معاك شن؟ يمكن نساء قال لي قلت له إن أنا كنت مسؤول هو مواطن عادي إذا كعيت لي ما كان جاوبه ولا مسؤول علش أنا كنت كان نبررها البارح مني كنتش كان جاوب الناس كان أعتبرها عاديا وده بهمني نقول إنسان عادي وهو لمسؤولا نقول الله هو خصو جاوبني لأنه سونة الحياة سونة الحياة ما عنديش فضل على شيء وهذا الكلام تقال مؤخر حتى في إعلام على أحد الأصديقة بأنني أبدا أنا واحد الحاجة أنا وفي لصداقت هادي طربيتي معروف عليك وفي الصديق ديالي يكون الفوق وفي يكون التحت عليه الطراب نخبش الطراب باش نقعه هادي طربيتي باش من قولك شقاناتي طربيتي والصداق يكون عدو يكون عدوي صداق عدوي في السياسة منافس 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 يكون منافس ديالي يكون ولكن أمور الإنسانية لا منافس 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 الشعب يقدم خدمات ولكن في نفس الوقت شرس جدا مع الخصوم السياسيين ليه شرس معه كيدفع على الرسل ما علينا شيء سي إلياس أنا نقول لك نقوف دائما في العودة وهذا منافس منافس نقول لك منافس أنا أستاذ إلياس راكم أخطاء سياسية كبيرة هذا الشيء طبيعي أنك تشتغل عن كميلة حريقة راكم راكم أخطاء سياسية حتى كان رضا لغضبتين سنستعمل واحد مصطلح هو ماركة مسجلة ديالحزن أصر ومعصر مادين بام تعردان لغضبتين من الفوق الفقه ديالكم تماني جبتوا هلا المغرب هذا جانب هذا جانب نكمل لك لا لا نايمة غير حيدي ديالكم ديالبام غير حيدي ديالبام نسمع نعم نعم لا لا غير حيدي ديالبام غير لا لا انتي سمعيها من أي مصدر بغيتي اوه انا كنحطر من الحيسب اللي سامت فيه وكنحطر من الناس اللي فيه اوه وما نقول لكش كيف يفكر الان وكيف يدير ولكن هدي جات من عند البام انا كتعجبني هدك شي اللي قلت لك ديالسوقرات اوه إلا بغيتي تبقى معي فدك شي ديالسوقرات فالبرنامج هيكون رائع الحاجة الغير متأكدة منها لي ما فيه اش خير لا لي ولا لك ولا الهيسبرس ولا المجتمع امان ايه ها يتبقى اوكي المشهد السياسي هش سمح لي انا من الخاصة ها يمغسوش على الرأي ولكن تشيكوش عاقوق فدل واحد المشهد السياسي يطبعوه واحد صمت قد نقولوا صمت القبور واحد مشهد سياسي فيه الأحزاب السياسية كأنها وليت بأهل الكهف كل شي صوت كل شي راجع للور كل شي كي ينتظر شي شي حاجات وقعش اشنا يلا واعلم للا ناعم نشدو نشدو واحدة بواحدة فدل فدل واحد الازمة الاجتماعية خانقة فهذا الشي يلا ارتفاع الاسعار لما عمر المغرب مغرب بخير والحمد لله عنده كل احسن من دول كثيرة ولكل واحد الازمة عشنا هاد العام او عامين ازمة خانقة جدا تؤثر بها الشعب المغرفي طلب من الياس العماري الرجوع لانه غاديكون رجل مرحلة مقبلة لما بعد هذا عزيز اخ النوش لانه هو اللي بيدو الوصفة استحرية باش نخرجوا بلادنا العزيزة من عمخ الزوجة الزوجة للا انا عيمة تخليك لا بعدين واحد الحاجة لم يطلب مني يوما ندير شي حاجة فيها هاد شي عايش من هذا اللقاء لم يطلب مني يوما نخرط في العمال السياسي انا صغير الظلم هو اللي طلب مني من خيرات في العمال السياسي وانا عندي ربعة الشلعان تلميذ ما كان عارفش اصحاب لي انا ذاك المغرب كامل هو الريف اصحاب ليش كينشي مدون خراءة ولا شي حاجة اخر الظلم الظلم خلاني ندخل في العمال السياسي اذا كان الظلم هو اللي كي يطلب من الناس اللي كان قصدي طلب منه فقط الظلم طلب مني ندخل في العمال السياسي لان ما دتش استراحة محارف ابدا انسحبت قطيعة يعني مش قطيعة لا اؤمن بالقطيعة انا ببشر انا انسان انا ما كان عدمش المستقبل ما عمرني عدمته في حياتي لا لي ولا الناس اخرين انا انسان مليون اللي كان ندر معك انا انسحبت من العمال السياسي عن قناعة شخصية والاعتبارات تخصني إلا كينشيحد عجبو هاد القرار اللي درت وقرار غضبه فلاه ذلك إلا كينشيحد كان بغا يغضب وعطيت له هاد الكادو وجات متزامنة هو بغا يغضب وانا بشيت فلاه ذلك إلا كينشيحد كنت كان زحمه في الامل السياسي وقال هادوك اللي كانت ذكر عليهم وانا ما كان عارفهمش اختلفت مع السعب الى ذنكيرا كثيرا واضطرموه وقدروه على العثارات والتمسيح هؤلاء الكلام اللي أصلا يعني كينشيحد من فوق ولا التحت ولا ما نعرف أنا كان قامن بواحد الهاجة دخلت في واحد الهاجة دخلوني ليه دخلت بوحدي طحت من سما حدث ما حدث أنا وأتحمل المسؤولية أنا أتحمل المسؤولية لكل تصرفتي لذلك وقت القبيلة كانت تحمل المسؤولية جميع تصرفتي لا منين كنت موجود ولا منين انسحبت الآن القراءة ديالك المشهد السياسي المغربي والمشهد الاجتماعي والمشهد الثقافي والحقوقي وما يحدث وما كده هذي قراءتك هذي قراءتك هذي قراءتك أنا إلى حدود الساعة ما عنديش قراءة أنا إلى حدود الساعة أنا كنقول لك بديت كنقراء على الآداء السياسي ديال الحكومة وديال الأحزاب وديال الفائلين هذي شهرين ونس ما كان كذبش عليك بديت كنت تبع هذي شهرين ونس كنت كن سماعك وشي ضغوات من أصدقاء ولكن شو بلك فاتش هرين ونس فاتش هرين ونس صعيب باش تكتمل عندي الصورة ما بغيت نظلم حد أنا تسعود وتسعين في المئة من الوزراء اللي كانين كان عارفهم شخصيا وكان لي شرف أنني خدمت بجانبهم كمناظلين ولك وزاراء سادقين ولك أصدقاء ولك صدقاء إلا قلت لي كيفاش كنت كتشوفوه نقول لي كنت فيهم الكفاءة واش داك الكفاءة تؤعلوهم يكونوا مسؤولين يكونوا كذا نقول لك الله عالم دي إنا مشيت في 2017 من 2017 تل 2023 تبار الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله صعيب إذا ما بيت نظلم حد وكان حطار ملاح ودود الساعة لجميع وما بغيت بلاصة دي لحد ماذا نقول لك خلفوني قلتها في انتخابات دي ل 2016 درت انتخابات جاء الحسب الأول العدلة والتنمية هنتوا نتسابل إلى شخصيا وعلنيا وأعلنت في نفس النهار المعارضة أنا موقفي الشخصية أنا ذاك كان سعيينك على رئاسة الحكوم؟ أبدا وقلت لك صدقا صدقا أبدا وأكثر صدقا ونهارا نظره كنت متأكد بإنما نكونوا رتبة جيتوا الثانيين كان إمكانكم تتحالفوا مع الضوء؟ لا لا خلينا من ذاك حيث ذاك في كلامة في كلامة أنا كنقول لك اليوم كان عارفش كده الأداء طبعا الأسعار كان عارفهم دي أنا كنمشي للسوق ما الأسباب والمسببات في القيل والقال أنا إلى حدود الساعة بنقول لك اليوم غدا يمكن يكون عندي رأيي حيث غدا غدا يرجع عندي نفس الخدمات ما اللي كتديري أنتي اليوم؟ ووجد دراسك في البرنامج اللي غا نديري ممكنش مرة تكوني ضيفة دي أنا إن شاء الله فصدقا دي صدقا نشي مكلوحش الورود نشي حد أنا أنا طيقتك سي إلياس عماري أنتما كانتكم أحد العداء كبير توجه الإسلاميين والبيجي دي كان معروف تصراحة ديالك مواقف ديالك مواقف ديالك مواقف الحزب ديالك ما تقول ليش معرفتيش انتكاسة اللي وقعت الفيجي دي في انتخابات من أول حزب كدبر شؤول مملكة إلى آخر واش هاد الانتكاسة كيفاش انتقريتها سي إلياس عماري بصراحة كيفاش تقريتها لاش هاد الانتكاسة واش فاتلك الغليل ديالك لا أبدا أول ماش انتكاسة من واحد تل لكن أنا شوية غادي أنا ما كان أخوتش أمور من زاوية السياسية حينما أتكلم عن مشروع مجتمعي المواقف السياسية مواقف زي مكاني كانت تاخدوها في الحضراتها في مكانها مين مشروع العدلة والثنية مشروع مجتمعي والمشاريع المجتمعية كانت تعرض القانون المدية والجسر وهذا ما يعنيش بأنه المشروع قد فشل كما كان قل دائما مني كيجيوا بعض الأصدقاء أو بعض الكتاب وبعض الصناع الرأي كيقول لك المشروع الاشتراكي انتهى كانت تقول لي وحوش تكفي ذلك كيقول لك سقوط جدار بيرلين جدار بيرلين كانت بالسماعة والحجار يمكن نقوله سقوط أو فشل تجربة متبقة في الاتحاد السوفيتي وفي بعض البلدان ولكن ماشي مشروع ماشي فشل بمشروع الاشتراكي نفس الشيء فشل تجربة متبقة دي الفصل من فصائل المشروع الإسلامي ولكن ما كانش فشل المشروع هذا الهضم ليس ليس مجدار المغربين الجميع المشروع قائم البارح كان عنده أنصار خمسمية اليوم خمسة ولكن هو قائم قائم بخمسة و بخمسمية لذلك أنا على عكس إلى ذكرتي أنا في العدد الأصوات وفي العدد البلمانيين هذاك شيء كانت تحكم فيه بزاف الحواج وكانت تحكم فيه نسبة التصويت كانت تحكم فيه حتى طريقة دي الإقتراق كانت تحكم فيه أشياء كثيرة وهذه خدمات دي للتقنيين بشي خدمتي أنا ذلك التقنيين اللي خدموا على هذا الشيء عارفين عارفين بالضبط ثم كيل الخالق أو ما كيش خلل وفا فقط واحد تجربة أدت دورها امتهى دورها هتخلي المكان لتجربة أخرى شوفي علمتني 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 تجربة دي الخمس سنين لاجتماع إلياس أنه ماشي كما كتبوا لي تجربة أدت دورها كيل الخالق كم أكتشفت أنا فراسي أخطاء كم أكتشفت كثير من ومازاك أنكتشف مازاك أنكتشف بسوش حكتشفت الأخطاء درد كم أكتشفت 9-9% عن غيري قصد ولكن خطأ أعلم ذلك الخطأ سؤولك ذكرت حكاية حكيت يا لينتا على صادقنا بك كم أكتشفت إلياس ما هو الخطأ الكبير اللي أنا ده بالآن كتبت عن صباح كاليد ومتاع لي ياريس ما يكونش نفس رد دياله وعرف لا هيك اللي حكيت لك على بيك ديال شركة بيك شيء ما نقول لكش واحد الخطأ شيء خطأ كبير كتب يا ريت كم مدرتوش يا ريت إلي ما كنتش جي طربات في 87 تبقى في الريد في أي مكان لهالدرجة لا هالدرجة وي أستاذ إلياس ماري أنتم الأنين العام الأسبق في حزب الأسل ومحصر نظروا شوية الحزب الأسل ومحصر ماذا علاقتك الآن؟ بقي مناضر؟ كنت تخلص واجي من خيرات؟ ماذا علاقتك الحزب الآن؟ كانت منا يكون أصديقة ديالي في الحزب يخلصوا علي زعمك صديقا لا 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 أتصل بي أحد ولكن إلا لا أبدا إلا ترك ما تعلي واجبات مخيرات نخلصها بقي أنت مناديد الأصل ومعصر أنا بنسبة لي إلى حدود الساعة إلى حدود الساعة كنتمي لها تجربة إنها آخر تجربة في حياتي كنتمي لها ما علمتش طلاق ديالي أبدا أنا نساحبت من القيادة نساحبت من المسؤوليات نساحبت من الحزب ونساحبت من الجيهة هذا غلط هذا غلط سريع هذا غلط بالدليل دليل أنhatic هذا غلط الى سولتني اليوم والبارح وقبل منه وقبل منه بعدين نقول لك مشروع ديال الاصلة والمعاصلة هو مش نقول الوحيد هو المؤهل كما كانت اسباب التاسيس باقية للمساهمة في الانتقال من واقعنا الى واقع احسن يساهم ماشي هو وحده يساهم واش كا يدير هذا با فهد خمس سنين اللي انا غادرت الله وعلك تكعطيني شو ياد الوقت وكان عهدك انا 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 اتذكر على هذا الموضوع يوما ما ماشي يوما ما زعمك من انا بزير للا غير نعرف كيفاش الاداء ديالحزب اليوم كيفاش الاداء ديالحزب اليوم للا ما عرفش الاداء ديالحزب ما عرفش بانه تيار ديال اهل الريف اللي كنقوله احنا ريافة بينهم زيب مبقاش عنده وجوب في الحزب مبقاش الوجوب ديالحزب هذا خطأ كبير جدا لم يكن هناك تيار ديالحزب اليوم كان تيار ديالحزب اليوم معيمن على حسن اصاب شوف شوف كتجي مراحل لنعيمن شوف شوف كتجي مراحل بحل الشركة اللي كتشتغلي في انتي كتبلك ظاهريا انك ينوحد النوع ديالالنس مهمنين على خط تحريري وكين ارجوكي انه اللي هتاخذي مسافة هتبلك اشياء اخرى وانا عارف كان عارفك مزيان خدمتي في منابر مختلفة كان عندك رأيي ومنين اخذتي مسافة اكتشفتي بانه كان اشياء اخرى لا علاقة لها ديالك اللي بسببه انتي غادرت اذا خلي التاريخ كينش يحويج مسؤول عليها التاريخ مشي البشار اول ما كينش هتشدي الاتيارات مشي لي انه الياس من الريف وفلان 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 من الريف مبقاش ولا هيا وديلا مشيت انا بعدين في تجربتي هنا هاد الناس اللي كتذكر عليهم من هاد المنطقة الجغرافية المغربية كانوا كيمستلوا 0.01% في مجموع المسؤولين اللي كينه في الاجهزة الوطنية ما كان عندهم كان عندهم وزن شوف لما نحن الانسان هو اللي كيعطيك المعنى للكورسي كان بعض الناس عندهم نفس الكورسي كيستنى وداك الكورسي يعطي ليهم معنى وكان بعض الناس كيعطيهم هما المعنى للكورسي إلا شي واحد مشي منطقة جغرافية من البلاد أعطى هوا المعنى للكورسي فلا يعني بأنه من هاد المنطقة لأنه لها ديك الفوق هو اللي خلوا اعطيها المنطقة الدكاء ديال البشار مختلفة والفرصة لحظة تاريخية التقاتها في وقتها كتخليك ربما ناجح وفنشي انتظار من سيلتقتها لفائتك ربما تكون وربما تبقى حيات كلها تنتظر من سيلتقتها لفائتك أنا اليوم كي ما قلتلك ما عرفتش شكو اللي بقى من المسؤولين وشكو من المسؤولين اللي ما بقىوش أنا نقول لك ما كنش واحد تقريبا من مقمدة قدرة الله يعني الله يعني انت متبعة كتقولي لي يا وأنا وغالقلك حاجة أخرى أنا وغالقلك طيقتك ولكن ما ممكنش نعطي رأي في واحد الحاجة اللي أنا ما عرفعش حزب أصاب المعاصرة سيليوس كان يعول وعلي كثيرا في هذه المرحلة في العهد الجديد كان سمي وأنا عادي قولتك عمتي باش فكرة ده بلا ناعمة بعدين فاد الحوار هادي انت ما كتعرفيهاش آخر حوار عطيت ديال المغادرة عطيته الإسبريس وأول حوار ديال العودة الإسبريس أنا لي الشرف أنا لي الشرف يعني النهار اللي أعلنت انسحاب ديالي كان عبر لا لا ماشي عبر وصحفية وكانوا الإخوان ديال قالوا لي واش ممكن تعطينا شي حاجاتي وماذا كنقول لي واحد العبارة أنا عادة ما كنشوف شاش كنقول ولكن واحد العبارة حقلت علي ما عمرني قريت ولا شفت شيستيجواب ديالي ولا وكعجبني هكا وكعجبني منوش جد ماذا ما تتصلفنيش على السؤال ديالي وشي سؤال ملاحظة وانت غدت تصححها أنا رعيب حل كنقولوا ذاك تعبير ديالجين أنا بيت لول في السياسة حتى الأستاذ والمعلم والكبيرة تصحح لي لا لا تصحح لي حزب أصار المعاصرة كان معون عليه في العهد الجديد أنه نقوم بتجربات ديمقراطية ودير ودير كان عصيفة الشجارة أصار المعاصرة ساعدته بعد الحبايش أنه فيها جوج ديالنا الشخصية كان الحزب صديق المالك شو كان يقول الحزب صديق صديق المالك مش هات شخصيتين حتى الحزب حتى ذاك اللي فرحونا في الجو السياسي الكبار اللي تاهم مناظرين وضاقوا الحباسات وضاقوا ضاقوا ضاقوا انت كانت عند ذاك المالكة جمعتهم في ذاك الحركة الديمقراطية اللي حولتها على الحزب وليكنت كانت انتظرت والأخطأ اللي دمت عليها هذه القضية هذه ما عارشان حسيت أنها ستكون دمت علي هذه القضية الله أعلم فجأة الحزب برد الحزب إداري السياسي العماري مع احترام الناس لأصل ومعاثرة شن هو الفرق دماما بين الحركة الشبية احترامي لهم الاتحاد السوري شو الفرق بينهم شوف مادية للياس مادية الفلان بدون تكرر اسمها ولا فلان طبعا مشروع سياسي ساهموا فيه ناس من مواقع ومشارب واجتهادات مختلفة ومشى في سيرورة تساعدية موزينة في الانتخابات 2011 حتى المرتبة الرابعة في الانتخابات 2016 حتى المرتبة الثانية دابحت المرتبة الثانية اذن بمعنى الحيثو ما فقدش الباريق ديالو والإشعة ديالو واتمنع من قلبي فات خمسة سنوات ما يكونش واللي تغيزة واللي أساسي مش المقاعد ولا الناس ولا الجوهر دي الأسرة والمعاصرة أتمنع ما يكونش تفقد الجوهر ديالو أما الأشياء الأخرى في كين مقتلك الأشخاص يذهبون ولكن المشروع يستمر إذن خلينا ما نحكموش أنا دائما نشوف نقولك واحد تسير كنت نقوله في التجمعات نقوله في اللقاء الداخلية والعامة هنا كنشوف الأسرة والمعاصرة كنشوفه في 2030 ما عمرني من 2009 ما شفت الأسرة والمعاصرة إلا في 2030 كنقول تمك فين غايكتمل تكتمل العناصر البناء التنظيمي والإديولوجي والسياسي أما هاد المرحلة اللي كيدوز الأسرة والمعاصرة هو كيقلب مشي على الهوية وعندوه هوية ولكن باش تسقيل هاد الهوية ها وتشديرها ها وتحول من قناعة ديال جامعة للناس إلى قناعة مجتمعية خصها تتركوا دي معنى خصها الوقت خصها التجارب خصها التجارب خصها التجارب خص يفشل ينجح يفشل ينجح يفشل يدير نقد داتي يدير نقد داتي يبعدوا الناس يجيوا الناس بصف أنا كنشوفه أنا نعم وكانت مننا متحي الياج ها دي من الدماغي كان نشوف الحلم ديالي هو الأصلة والمعاصرة في 2030 يكون مشروع كي يمتلكوا جزء واسع من المغاري وعلى رأسه أمين عام اسموء ليس وعماري أبدا ما عندي شهد الرغبة ما عندي شهد الرغبة نهائيا ونقول لك إلا كانت في المرة السابقة لظروف مؤينة قبلت نكون أمينة ففي المستقبل التالي اجتمعت تلك الظروفة أكثر ما غايش نقول كلام نهائي شوف نهائي شوف أنا ماشي بحال بعض الناس وكاتعرفوهم اللي كيدير بالاق كيقول أنا ما نبقاش هنا وغدا كيكون تمكو كيزيد لا أنا إنسان أنا إنسان هاد المشروع ما زال كان آمن بي بالعيلة اللي فيه ممكن لي يكون 85% للعنصير ديالو ماشي مزيانة لكي عندي أعمال في ذك 5% ربما يكون خمس وتسعين في المئة للعناصر دياله مزيانة عندي آمال ديك خمسة في المئة اللي ماشي مزيانة تزول علاقة تكلي أستاذ عملت في هالي كيف هي؟ علاقة رائع الله يشافيه وعافيه تصلت بي فشكا نعيان؟ دائما كانت تصلت كيف نشير منك يكون نعيان؟ تمنك يكون فرحان يعني هكذا مع أستاذكي عملت في هالي مجمعني شمع الأسر والمعاصر صديق لي صديق لي كان مازال طالب يعني نحن نضع الأسر والمعاصر والملاحظة سي إليس على تكسر حاليا على مدار هذه السنوات التي نتأسسها الآن نلاحظو الحاجة لم يكن في أحزاب أخرى ممكن هذه مقطعي جديد أرجوكي واحد الحاجة أعيت من الكلام على الأسر والمعاصر نختمه هنا يعني أن كلها تولى تعليم مجموع دي الأمنا العمون أستاذ حسن نعدي أستاذ شيخ بيدي الله أستاذ مصطفى الباكوري أستاذ إليس آماري أستاذ حكيم بن شماس أستاذ وفي بمعدد تقريبا سنتين لكل أمينا هذه حاجة سمينة بساف ما أولفناش في الأحزاب كنشوف أحزاب من الخمس سنة الاربعين نفس الأمينا العام في الولاية الأولى في الولاية الثانية في الولاية الثالثة في الولاية الرابعة في الولاية الرابعة يقول لك أنا صافية دي الأخرى ومن بعد يجي يقول لك لا المنادلين دي الحزب شدوا فيها وقالوا لي أنت تجاوبي على ذاك شيء اللي قلت يقول شيء قبيل على المشروع هراء 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 ناجي هجي ووكسيني سرسولي كيف تقبلت هراء ناجي هجي ووكسيني سرسولي ما أمرني كان سمح لشي هدي سولا عائلتي كي جاء اليوم بشيط الأصالة ومعملين أن نسمح للشيح يسولني على التعليش دروا الاختيارات دياله الإنسان أي إنسان سيده اختياراته إذا ما كان تخرج في الاختيارات ديال عيبات الآخرين بما فيه وما عائلتي أحترم الاختيارات دياله وما كان أعطيش نصيحات في الاختيارات أي واحد يجي عندي في الاختيار ما كان أعطيش نصيحة لأنه سيعيعيش التابعات دياله بواحدة ويتحمي مسؤوليك في الاختيار إذا أبدأ عليك أرجوك سيريا سعماري ترود بمشروع إعلاني كبير سمعنا عليه وقرنا عليه ممكن تقربنا مع هذا المشروع الإعلاني ما هي القيمة المضافة اللي سيجيب سمعنا بمشروع إعلاني كبير ما هي القيمة المضافة اللي سيجيب ما هي القيمة المضافة اللي سيجيب لا تقربنا مع هذا المشروع لا سيجيب مشروع عادي جدا أنا حياتي مني نجيط الرباط نعمل في الإعلان في النش في التوزير في الطبع في الورق طاجي كالذكري كان عندي واحد استجواب أعز الحملة الانتخابية إلى 2016 مع قناة أجنبية سؤول للصحفي قال لي لي انفترض أنكم سواء أجيتو اللولانيين أو تحالفتو مع شاهد وش غدتخلوا الحكومة قال لي لي داروا وزارة طبعه والنشرة لأنها دي الحجل الحجل الوحيدة اللي كان عارف ندير شي حاجة السياسة لا لا السياسة ماشي مهنة السياسة قناعة اللي كان عارف مهنة اللي قلت عندهم مهنة اللي يجيب له التسير لذلك أنا إنسان حياتي كلها اشتغلت فادي مجال انت ميت الجماية مري بالعقوق الإنسان كنت كانت ساهم في جريدة طلم وكنت كانت ساهم في جريدة حقوق الإنسان اللي كانت تصدر مشتركة ما بين العصب والجماية في بداية التسعينات ساهمت علموني الناس معنى الكتابة الصحفية معنى كذا في حدود التسعين لأن كنت مع ساستاذ عمر كنت كانت تشتغل في القرمة والكرمة في ميدان الكتاب فداروا جريدة المواطن وبحكم المقر جريدة المواطن هو المقر ديالنا دار النشر إذن تعلمت مع أستاذة ديالي كان قدره هنا كان من راحة بحالي أستاذ عبد الله زعزاء وهنا كان من ينتظر بحالي وكنت من اليوم طول عمر إن شاء الله طول العمر إن شاء الله من تمك وأنا فاد المجال فاد المجال فاد المجال فاد المجال ساهمت في تأسيس جريدة الأخبار المغربية في المثلات مع أستاذ القادر الشروي من بعد منها نساحبت ومشيت تعينت في الله هكا بقيت في نفس المجال ومن بعد ساليت من الله هكا مشيت الآخر ساعة ومن بعد سمحت في آخر ساعة لأن جيت لكي نتحمل مسؤولية كنائب الأمين العام إذن ما ممكنش نبقى مدير النشر كنت مدير النشر في كثير من المؤسسات الإعلامية إذن كان عارف ندير هاتش مؤخرا صحف إذاعة لا لا مؤخرا إذاعة خاصة كابت راديو اللي عندي علي عاطفة خاصة لحطي بارد الماضي حتى هي شما هارون نحكيوها صاحب الإذاعة عيام ومش يخدمته فقال لي أي معنى أنه لا زعمك مش يخدمته أصلا مم قابل هاما هو تاجير مستثمر في أشياء أخرى فقال لي يا فلان أنا هاد الإذاعة وبيتني سدها فقال لي أن أنا مش يخدمته مش كده السيد اللي كان خدام في الإذاعة وطلعها وكذا منين مت هو الأستاذ المرحوم علي الزرق اللي كان صحفي دولي كبير جدا جاء من هولندا هو اللي تولى الإذاعة وولي إساسها وولي كبرها وولي إخلقها من بعد منين مراض وطوثات فقال الإذاعة يتيمة ولكن نخذى من الشبات وشباب ومزالين اللي كانوا في التحرير استمروا لفهات الإذاعة فقال لي يدك السيد قلت لي قل ما تسدهوش ممكن نمشي 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 قلست مع ذلك فصادقا تفجأت لقيت صحفيين وصحفية تقنيين وتقنيات دازو كي دوزو عام عامين ما كيتخلصوش بدون أجرى نهائيا وممشاوش وجاتليهم أوروض من الخارج ومن الداخل وما سمتوش في هذه الظروفة والإذاعة الوحيدة التي لا تستفيد من دعم الحكومي اللي كاني لمقائمة لحدود الساعة ما بغيش نتخلفتش إننا ما عارش السبب يمكن ما قدموش طلاب شفت وضعية موزرين موزرين تسولتهم قلت ليهم لماذا بقيتهم قدروا برامج وخدامين ربو عشر ساعة ربو عشر ساعة تصوري التكنيسيان اللي كان كي الكابل ولا صحفي والصحفي ولا تكنيسيان شوفي مصر دي هم العائلة قلتوا بقيت صادقا بكيت من اللي قلتك لحب فقررت أنا ماشي لي شخصي فقط أنا ندير شي حاجة دي كان عارف نديروه بالخصوص دوزت من ألفين وثلاثة تل ألفين وحضاش وأنا في مجلس العالم بمعنى كتسبت شريبك كنعرف كيفاش نحل المشاكين دي إذا عات التليفزيون أنا خدمتها خدمت فيها فدخلت فأول حاجة تصوري فأول حاجة صحفي تخل بربعلا في درهم ما زال عنده وربعلا في درهم إلى يومين فالفين وستنة وما كاياخدهاش فما بغوش يطرحوا معا يمين الحالة دياله كتليهم ولكن واحد الحاجة وهذه غادي نقولها لك وكان عرفها تخلق لي مشاكل مع زملاء وأصدقاء في مقاولة إعلامية ومشي لي إن الشفافية ولا إن الله منيش في الحالة دي اللي هم بكتوا سمعوا باش ما نكذبش عليكم أنا غادي نخدم وغادي نشوف كيفاش نلقوا دعم لهذا الإذاعة في إطار معقول وشهريا غادي نشروا داخل هاد المقر المداخل والمصارف دياله وشكول اللي كيعاونها ودك الساغير تشوفوا ليه جوي طلع دقوا الباب وقسموا دك الشبينتكم لإنهم يستحقوا وغادي نفذ هاد الوعد لذلك قتل قبيلة سأستمر من سحاب من العمل السياسي لإن إذا رجعت للعمل السياسي ما غاديش يعاونوني الناس إن كانوا اللي طارف دابا غادي نوقف على نفس المسافة ما بين كل فاعلين السياسي من أذي حد لإنه استفت ما نضلم حد ولكن ما نكونش بديل ديال هاد الشي اللي كاين المقاولة الإعلامية اللي كاينها ماشي بديل ولكن ما غاديش تكون كاب راديو بحالة الشي اللي كاين هنحاولو نديروشي حاجة رديدة هاد كاب راديو كانت معزولة معزولة غير من المجتمعين ديالها ما تهي؟ حتى في هادك الترطيب ديال الإذاعات لإنها ممشاركاش في ذاك المؤسسة اللي كتعطي لأخور وذاك المؤسسة وليو باش تقول أرا هاد الإذاعة ممشاركاش لا لك تحطها الأخر وهي ممشاركاش في قيز المشاهدة يعني أخلاقيا أخصد المؤسسة تقول هاد الإذاعة ممشاركاش معنا ماشي تحطها في الأخر ولكن الله يسامح ماشي مشكلة نبدو صبحة شديدة ولكن أكون معك صادق هنحافظ على هويتك براج في العزلة ديالها ولكن عزلة عند بعض النخاب الإعلامية لك نحترمه مشي عزلة لدى المواطن وغادي نجعلك براديو راديو ولكن في نفس الوقت عالمواقع التواصل الاجتماعي ونستمر في إعلام القرب بدون شعبوية بدون تشهير وبدون توظيف من أين كان كيفما كان كان القانون وكان الضمير الضمير كيسميه القبيلة ديالي عالميين أخلاق المهنة أنا كنسميه الضمير وكين القانون التزموا بالقانون ولو القانون في خلال التزموا به لأن الدور ديالنا ماشي هو تغير القانون نعم هدك نمشي نترشح انتخابات ونقولي بالله معنى ونمشي نغير القانون أنا كإعلامي كمقاول إعلامي غالتزم بالقانون وغالتزم وغالتزم بالضمير المهاني إلا غلط وجالي صح لي الغلط أقول أمام الملاء كما كان نقول لك اليوم بأنك تشفت بزاف الأغلطة ديالي وغادي كل خطرة نعلن على هذه الأغلطة التي تشفت فراسي نعم بنفس طريقة غادي نعلن على غالتزم ونعتذر لعليه ولكن غادي نستطرف كل شيء أنا غنضير برنامج ولكن هتكون برامج أخرى في برامج سياسية؟ جميل أنواع تشتهد شيء اللي كيتنفسوا عليه المقاولات الإعلامية أنا ما غاديش نتنفس عليه هاداك المشاهدات والقرة اللي كيتنفسوا عليه هم أنا نمشي البلاس آخر أنا نتنفس مع أحدا أخوة لا ما نقوله نفس مع النساء آخرين ما تنفس مع هات الزملاء وهات الأصدقاء اللي كينتنفس تنفس شو؟ مشكل ديال بلدنا وكنت كان لحظة مني كنت صغير لي كيجي شي واحد من الخارج كيدير حانوت الولده في الدوار واحد آخر كيدير نفس الحانوت كيدير نفس كذا ونفس الشي اليوم في الإعلام أنا غير هادي شهرين ونص شهرين ونص لا لا مشي المواقع نفس العناوين نفس المقالات نفس الصور نفس الاهتمام كيتناول القضية الصحراء بنفس الطريقة كيتناول التقافة بنفس الطريقة كيتناول كان حطار كان حطار متش اللي كيديروا المقاولات والزملاء سيليس لجنان هضرو على المجل الصحافة خاصنا ساعات وساعات وراء واليخصن هضرو عليه ساعات وساعات نديروا حلقة أخرى إن شاء الله ماشي غير حلقة أخرى نقول لك للا نعيمة وآخر باش نختمها أول سؤال تطرح عليها وما نقول لكش فين؟ كناك نتذكروا مجموعة من الأصداقة ومسؤولين في النفتاح اللي غادي عرفوا المغرف أعلم شد الإعلام باش طاعت الحرية وطاعت كده وطاعت الإزوتوغيزاسيون جه رائي مواقع على راديو لتليفيزيون كي هضرو؟ كنت حاضر أش من نوع دل الإعلام؟ اللي باقي؟ الخصوص كناك نتذكروا على الإعلام العمومي والإعلام الخاص الإجماع ديال اللي كنا نسكت مهضرتش الإجماع ديال أدوك الأصدقاء قالوا بإنا نريد إعلام كينقلوا الواقع هذا هو الإجماع كينقل الحقيقة الموجودة في الواقع أنا سكت دازش تلت أيام ولا أربع أيام وما تذكرون قالوا لي ما قلتيش رأيك قلت له دي أنا ماشي متخصص كبير بحال كومت وما متخصص الكبار عندكم تجارب كبيرة أنا تجربتي صغيرها لذلك رأيي ممكن لا يفيد عندي ولكن مختلف معكم قالوا لي يقولوا قلت له أنا أريد إعلام يساهم في طايل الواقع كين الفرق؟ كين الفرق ما بين لقل الحقيقة ما بين ساهم في طايل إذن أنا أنتمي لهذا الصدف سأساهم في طايل الحقيقة واللي أريد أن نقل الحقيقة أنا سأخذها من عنده من قولها و سأحاول نعاون يعني نقل حاجة ما أحسن فقط نقل الحقيقة ما بين المواضيع قصيرة لك أقنطت ماشي منك بزاف ما أدرت 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 سيد ياسل عماري كما قلت في الأول اسمك التطب مجوعة الميلفات كنت يعني الميلفات حريقة كنت دفع لها كتدرعي نذكره ما بقعتش نذكره مثلا غازات السمك في لغوية ميلف مثلا مثلا ما زال كنقول لك أخلي الميلفات و الماضي ما غاديش نهضرة تعالش يحدي جمعية سمية الريف ما غاديش نهضرة تعالش يحدي شباب شمو صدر قبيلة ما عاليش مع القرآن كم مع كران ما عاليش مع القرآن لي مع المتاخذ شباب حسين مغي نفسش وش صدرتو الشباب الريفي وش من الفقل الهواس كنت كادامها سي إلياس كنت رائعية فاننا ماشي إليك مازالني وذلك جوابني عن هذه الحاجلية يا عباد الله قلتها أكثر من مليون مرة من تسعين أثولين نقول لها يجيبوا مأسسات الأشياء. شخصنا. لا لا ما غادش نقول لك شو وقع الشباب. لا مش السياسة. داخلتها السياسة. ما شي داخلها في السياسة. هذه تجربتي الخاصة. كتقول لي قول لي تجربتك الخاصة وتطيب. وقت القبيلة على تجربتي الخاصة ما غادش نحكيها لك. لا 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 دابا في نبقى في الحال. يعني كيفاش مني ما كانت لقاش مع الناس وش كان بكي بالدموع ولا بالدم. هذيك حاجاتها خصوني. وقادي نقول لك هل أبكي دما أم ماء. واحد نارا نقولها لك. ما تأكدي بإن اليوم بغيت نصح أغلاط بياني. ما بغيتش نتذكر على التجارب الجماعي. ياتش كل شي اللي كتذكر عليه. ما شي تجربت إلياس. هذي تجارب جماعية. ما بغيت ننوب على هد. ولكن مستعد في الفشال أتحمل مسؤول يا ابو هدي. ما عنديش مشكلة. وفي النجاح يتحملوها الناس اللي شاركوا فيه. تعلمت هذه الحاجة. نقطع في الكورة. جناد الملك محمد السابيس. خالي واحد البالغة دائل الدول ملكي. كلف السيد فوزير القجا. الوزير المتعدد المكلف بالميزانيا ورئيس الجامعة المغربية. القادم كلفو بميل في الترشيح للمغرب في المشاركة مع المغرب واسبانيل بورتغال بشي تكلفه بميل سيريا سعو مغاري واش احنا في مستوى تنظيم كأس عالم وحنا شفنا هذا مشيني انا مشيني ادعي سؤال وحنا شفنا وانتو انت تبعتي في هشك المونديال دي القطر والتنظيم العالمي اي بقى سبع سنين غالبينيو فيها منو فيها مركبة سنينيو فيها بنية احتيا ميرو واش عنا جمهور اللي غادي اشرفنا في هاد 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 الارس الكوراوي ان شاء الله في الفي بلداتين كانت مننا ونحضروا به وحنا كنشوفو منك يكونوا عيلا عمينيو جوجي فرقات واش مكيبقى عمين شعاب ومينيونا شو رأيك اسمي تنكدي منو احد الحاجة بانه المجال الكوراوي انا كان عندي فرصة باش نتفرزش في قطر مشيتي القطر؟ كما مشيت القطر كما انه عندي فرصة باش نتعرف على الشخص في وزير كجا هو صديق؟ مقرر؟ فوق صديق مقرر؟ مشي غير مقرر تساديك السيد ودي اول مرة كنقولها عمينيه من هادو كلي قطرق قليلة وبا ما عطوني كاسل الحليب هما ما عارفينش بان ذاك الكاسل الحليب انقذاني واسسها مستقبل فوزي منادو جميل في فطراء اللي كان فيه طالب ايش يبحل مقرر ها هادو معرفة قليلة لا لا فوزي كنت هارو محكوم بالحبس للك خمس سنين لك انتعرف واستقبلني في بيت ديالو في المعد الزراعة كان طالب هناك مع مجموعة من الاصديقات سوى بحرما من طبقة يعني؟ لا لا هو بحالنا وأكثر من المنادي بحالنا ولكن هذا كالرجل لنا شخصيا عكس ما يقولوا هن الدعاية الكاذبة باش واحد انجينيور غرونهم يخرج لك ميزانية ديالبالد كال وصنع راسو راسو نعو العليس لا شعيب لا قدول صنع راسو كامو الضرف تدرجوا ديال الدولة عنده ولا مطلق من هاللي كان في البلاده واضح بحال ايه الناس يمكن يغلط اكيد رؤية رؤية ديال جلالة الملك البنية ديال الدولة يعني البنية تحتية وكلا اضافة الفوزي رجع كرئيس الجامعة ولكن ما نسوش كوزير الميزانية اللي حياته من 92 هو في الميزانية ما انما يكونش عندهم هاد الاكراهات اللي كد ذكر عليها يعني ما اخذوهاش بعد الاعتبار تطويل البنية التحتية الجمهور اكيد اخذوه بعد الاعتبار كل هاد الاكراهات انا مشي متخصيس ولكن كنت قريب الحملات ديال الترشيحات اللي كدار بور كاس العالم بل كنعرف اغلب الناس لا في عهد المغرب من ينترشح ولا قطار ولا بلدان اخرى من ينترشحات الاسترافة كنشوف الطريقة باش تشتغل وكنشوف الطريقة باش تشتغل بلدنا اليوم في المجال الرياضي ولكن كرة القدم باش كلي وهذا كانت منى ان باقي الوعد الرياضي يعني مشي ما كيشتغلوش ولكن يدركوا النقص اللي موجود تركوا النقص اللي موجود انتفاقلو انا عايشت حياتي كله بالتفاقل انا وعمرنا عايشت الله على التفاقل والامل انا ما عمركت الجاني كاعي وكان يقول اللي جاي كحان ابدا ولو يكون كحان بالصح عمركت مام نقوف الاخبار هنا الحزب الشراكي انتم معروفون مع علاقتكم مع صناع القرار في اوروبا الخاص في اسبانيا وفي امريكا اللاتينية وفي نجمع الدول الغربية مؤخرا الحزب الشراكي اسباني خطوة مفاجئة الصوت على واحد القرار البرلمان الاوروبية نحن نعرف البرلمان الاوروبية واللوبيات وماذا تخدم باش يعودوا يجبدو داك ملف تجسوس على حكومة انتاك أكيد استاد اليس عماري متبع ستكون متبع العلاقات المغربية الاسبانية والمراحلية التوتر وده احنا بحادة تعافي وحادة هذا واشهد القرار ممكن اطرع العلاقات الانتخابية اولا وفقات جفة سياح انتخابي الآن كنتان شوية انتهازي لذات السبب باش نفهم ما يروش في اسبانيا وما سوف يحدوث وقررنا في كابترادي وشكلين جماعي غادي نخصو حيز لا بأسابي للبرامج باللغة الاسبانية والاخبار باللغة الاسبانية في جانب تبعان الريفية والدريجة الدريجة لا لا الدريجة والريفية والاسبانية حالا بالدريجة حالا تشيني كنتكرو بيه بانا تشي كيف اهموا المغربة اسبانيا سئلته مرة في عز الأزمة مع اسبانيا في 2003 في فترة أزنار اللي وصلت في سيرها عائلة وأنا في مدريس كاللولي أي مستقبل العلاقة ما بالمغرب واسبانيا قلت لهم المغربة واسبانيا كآدم وحوار كآدم وحوار ما إما بقاوم زوجين ومرتبطين اللي تستمر الحياة في البحر الأبيان المتوسط كون آدم و كون حوار هو نفس سؤالة الحبية بما أنني ما عنديش هاد المشكين احنا آدم وما حوار لا ما عنديش هاد المشكين الفرق ما بين احنا آدم المؤنث والمذكار فربما أنا نكونش فيه أكثر من إن كنا ودافع على حوار أكثر من دفاعي على آدم لأنه لما كانتش خرجات آدم من الوجود كون نشا نكون وانا ويجا كن بشتعر فيتر بقدرة دي فتر المزح فحل آدم وحوار فالمغرب واسبطانيا في إيطال الاختلاف الموجود وعادي جدا ما بين دول عادي جدا لأن المواقف تتغيير صعير مصالح طبعا إذن عادي جدا ولكن دائما يقلبوا على واحد المساحة الثين سيبقى ويتلقى الآن هاد المساحة كيمة رغم هاد الخرجات اللي كتبان من الحين لآخر ما كانش حاجة عنده تأثير بزاف ما كانش حاجة ما عندهش تأثير والد يعني باش نقولك أنه هاد الشي اللي الدار ما عندهش تأثير ولا نقولك هاد الشي اللي الدار عنده تأثير على حسب استعمال على حسب يقضت المؤسسات الرسمية المغربية إلا تعاملت هاد الشي اللي كان نقرأ لا تأثير له لا تأثير له فهو غلط كبير إلا تعاملت أيضا كيمة ما يقولوا شي وحدين آخرين هادي نهاية الأسبوع العساب ما بين سباني ما فهي خافة خص كل حاجة توزن بالميزة الخاص ديالها وفين ممكن تضر وفين ممكن تنفع وما خصناش نديرو في العلاقة ديالنا الدولية الاختيار ما إما معي ما إما ضدي من كي يكون الحرب وكي يكون لا رجعا على الحرب الحمد لله المغرب تاريخيا من أنصار ديال السلم والسلام شعبان وقيادات ماشي من أنصار الحرب صح إذن فمن عزلوش راسنا صديق اليوم عدو بالغض وعدو اليوم صديق بالغض صديق وقعت بزاف وقعت بزاف أنا ما مختصة وقعت بزاف أنا ما مختصة أصبعني أعرف لاني ذلك لاتير كانت عندي صداقات بحلي عندي معاك عرفت الناس عاونوني تفاهموني بزاف للحويش اللي خلاني يقول ولي الناس بأنها مكثير وعندي مع سنة من خارج فقط سؤال أخير وهو خبر نكتة أنا اعتبرته نكتة بقريت وضحس ستشاطرهم بسرعي يمكن الرئيس الجزائري مؤخرا خرج بحث صراح دوره في موسكو قال بأنه فرحان لأن روسيا قبلات الواساطة ديالو في حل المشكة ديالروسيا مع أوكرانيا وكي تبنى أنه يكون جزائر تكون قد هالتقاه أنا جاني خبر نكتة وش الجزائر ستحل السراع اللي حارت فيها أنا نخرج على شيء بالإجماع المعاك وعطيتني هذه الفرصة كنت كنت منا جيني شي نهار من شي بلاسة نقولها حيث قلتها في المجالس الخاصة كنت كنقولها أنا كنطلب المغربة لفاعلين إعلاميين لسياسيين وكذا وكنطلب الجزائريين فاعلين إعلاميين وسياسيين ما كان نهضرش على الحكام أنهم ما يبقاش هالطرشوقات المشودة ما عفتش على الش تعلمنا وهذه ينطبخ حتى ألدونا في القبيلة في الحومة دينا في العائلة دينا مني كايدة بزول كبار بامامي باش تستمر الأمور مزيانة احنا أخوتي ولاد أمي كان نقاوم مزيانين لأننا لمشينا لا لا كان نقاوم مزيانين لأننا لمشينا حتى احنا دابسنا لأنه ما بين بابا وامي يمكن يدخل لفقي جمع يمكن يدخل شي أحد أخر كي يحترموه بشو يصلحهم ولكن بيناتنا احنا ما كانش ويساطة ما بين الحكام والقرار إلى الدابس واختلفوا كتكون وساطة ولكن ما بين الشعوب ليس وساطة ما بين الشعوب وهذا الشي اللي كي يترموه مغرب والجزائر خاطير جدا خاطير جدا ونتحمل المسؤولية بجوج بنا لا جزائرية ولا المغربة على مستوى سب مع القرار لا مستوى الشاب لأنك نسبوه الرؤساء ديالهم الحكم ديالهم كنعتهم من مختلف المعوت وهو ما نفس الشي هم اللي بدأوا فليكون هاتشي كنديروها في المحكامة والبادئة وأظلام احنا ماذا ما وصلناش المحكامة لا يؤدي ما ذلك نقوله خوا 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 الشعب المغرين ما ذلك يقول خوا خوا الآن أنا كذا كلام ما كان ديلا مزايدات ما كان ديلا حاجات ما كان قول ما كيقولوه شو ما كيقولوه ما كان قولوه ولكن نسبة ديال توطور بين الشعبين في زيادة ما ش في نقصة هاتشي ما كان شعبهم ومخصوش يكون ما بين الشعب بالخصوص أن الجغرافية والطابعة حطتنا هنا وحطتهم هنا جارك ما عندك مدينة هو ما عنده هو ما ممكنش يبدله أنا ما ممكنش نبدله إذن رحمة بالحكام لا هنا ولا هناك وبالأغلط ديالهم لا هنا ولا هناك إلا بغينا نعاونوهم ما نزلقوش ما نزلقوش الجزائريين إلا كيسبونا وكيقولوا علينا كلام نخليهم الوحدون وانتي كتعرفي اني كتخلي بنادم كيتدفز بوحده ثني عيات المطاف كينتعيجوش حويجو ما إما كيعيه وكيجي كيقول الكذب إما كيحمق إذا إلا هو ما كيسبونا طفل يفعلوا أنا بعدين شخصيا كنتقل على رأسي وما عمرني درتا وما عمرني غندرها عندي مؤاخذات وعندي اختلافات كبرى مع السياسة الجزائريين اللي مبنية في كثير من مواقفها على تقديرات خاطئة ومنين كتكون أمور مبنية على تقديرات خاطئة كتكونوا استنتاجات خاطئة أنا ما نقولش بإنا أضحك كما قلت أن الرئيس الجزائري قالوا روسيا قبلات ما قبلات الجزائر عندها تحل مشاكلة أولا الجزائر عندها عقيدة دبلومة ما ممكنش نقوله على بلدي حل مشاكلة أولا واش منين جاء مثلا وزير الخارجية ديال هادي د الحرب اللي قلت دار رسميه روسيا أو أوكرانيا أو منين جاء المغرب وعبر في الموقف دياله على الحكم الداتي واش نقوله عليه يمشي حل تتكون عنده دولة هو أصل دولة دياله كتاكو الله زي ما كان لا الأمور لا نحتارمه 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 النائمة يمكن يكون خاطئ ذاك الرئيس يمكن نقول له كيفاش كيفاش وكما نقولش يحل مشاكل شعبه ما يحلش مشاكل شعبه ما يديرش ما كده هادي توجه دبلوماسي ديال الجزائر في تقدير في أغلط كبيرة في تقديرهم صحيح 100% كما هما في تقديرهم التوجه ديالنا الدبلوماسي كما كيشوفون في العلاقة بإسرائيل وكذا وغير ذلك بإنا غادي الغلط كما احنا كنشوفهم غادي الغلط بعض الأمور كما كيعنيش هذا بإنا الغلط ما كيلا هنا ولا هنا فنعطيه الفرصة لبعض الأمور أنا كنطلق من الوطنيتي العالية وغيرتي على بلادي شو شو؟ لقول لك لأنا عمان الحاجة الوحيدة اللي ما عنداش الميزان هي الوطنية المغاربة على كل الطراب الوطنية جميع فئة جميع اللي كيشك فيه هو اللي عنده مشكلة هو اللي عنده مشكلة هو اللي عنده مشكلة إلى كين اختلاف التقدير بين المغاربة في قضايا معينة ده يعني بإنا هناك اختلاف على الوطن ومصلحة الوطن وكان عارف مزيان اش كان كان عارف مزيان اش كان خليني من الظاهر السوتية ما اش حل من الظاهر السوتية ما إما كاتتساليب وحدها ما إما كاتتراجع رأسها ومسألة عادية من المغرب كمغرب منين كانوا وصلوا الوحد المستوى الموهين كل المغاربة وطنية وهاد الخيانات كلفنا الكثير في الماضي صح كلفنا الكثير في الماضي اعتقنا عليه الناس عدبنا عليه عباد الله وفي نهاية المطف هدو كل اعتقنا عليهم منين خرجوا وقلسوا كيدافعوا أكثر على الوطن من الناس اللي عدبوهم صح هل يبالي طير ذلك هل يبالي باشي قمتي الناس كلهم هيا هرا ما نقضعوش بعضياتنا هرا إلا عنا مشكلة في الصحراء ولا مع الجزائر هرا ماشي في ما بيننا احنا الخيطة موججال بعضياتنا كأننا كنشكو في بعضياتنا المشكلة في أماكن أخرى نتوجه لذلك الأماكن الأخرى توجه لها وتأكدي بي أني لا توجهنا ذلك الأماكن الأخرى كما حسمنا كثير من الأمور في الأرض سوف نحسمو الأمور الأخرى في محافرين أخرى بشوية ديال الصمود ما نتقلقوش اللي عنده مشروع بك يديرش رد الفعل بك يديرش رد الفعل لها والله إلى هذا الشي اللي تعلمت في هات خمس سنو تعلمت باش نكون حيث كنت موندفع كنت كذا تعلمت باش نكون هادئ هادئ ولو أمام الناس اللي كي يسبوني واجح كن هادئ هنده فعل بلادي في طريق ولكن تأكدي بي أنني أحب بلدي أستاذ عليا صاماري أنا عشان قول لك ما كان عبر على السعادة ديالي أنا سعيدة جدا في هات اللقاء اللي كان فيه علاً متميز كما كنت كان ضلو كانت منها ما تكونش ندمت أبداً أنا قلت هلك بك نهار لي هذه قصة تستحق للحكاية أبداً أنا ما عبرني أنت على أجود طبعاً كان صح دائماً كان عرف بأنني كان أرتكب أخطاء حتى فلدرا وأكيد بأن فهذا البرنامج معك يمكن أن ترتكب الأخطاء كان حواماً لذلك من خلال برنامج من خلالكم قلت نطلب جميع الناس اللي اشتغلت معهم لا في الماضي ولا إذا أسأت لهم الآن في هذا البرنامج واللي أسأت لهم في الماضي يسمحوا لي عرفت ما ينسى وش كي يسمحوا لي جميع الحالات أنا إليش يحد أذاني يسمح لي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً